موسيقى اليوم نحن رح نحكي عن دورات مجانية ورشات عمل للشباب عم يقدم فريق بونس التطوعي بالتعاون مع جمعية المقعدين وأصدقائهم في محاولة لدعم شبابنا للانخراط بسوق العمل لنعرف أكتر عن هذه الدورات وكيف الواحد بيقدر يكون فيها وكيف بتساعد الشباب على مخراط بسوق العمل وتأمين فرص عمل لهم رح يكون معنا الأستاذ محمد مهدي شيخ رشيد مسؤول فريق بونس وهو أيضا طالب في كلية الجيولوجيا أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة بعد الامتحان جائل عنا اليوم أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد يعطيك العافية طمننا قدمت منيح اليوم بالامتحان الحمد لله أول مرة قدمت منيح اليوم طمام أهلا وسهلا فيك رح نحكي عن الفريق التطوعي بونس عن الكادر الموجود فيه عن الأفكار اللي عم تنطرح بالتنسيق مع الجمعيات ونحنا موضوعنا اليوم تنسيق فريق بونس مع جمعية المقعدين وأصدقائهم فكرة الفريق انطلقت من سنتين نحنا كنا نعمل نوادي علمية بشكل تطوعي مع مشروع تابع لجمعية المقعدين كان مشروع أسر كمان هو عبارة عن دورات مهنية ودورات مهارات حياة قدمنا هاي الدورات بشكل متكر يعني حاولنا نخلق جو نربط بين هاي النوادي بمسابقة بختام الدورات كانت رالي الفكر عملنا مثل اختبارات واخترنا فريق فائسية هاي النوادي حبينا نعيد التجربة بأكتر من مرة عملنا مبادرة تانية بعد سنة هي مبادرة Synergy وحاليا وسعنا المجالات أكتر بحيث يكون في شي علمي بالإضافة لشي مهني نقدر نوصل لفئة أكبر طيب محمد انتو عم تعملوا دورات مهنية لحتى تهيئوا الشباب لحتى يلاقوا فرص عمل بس كمان عم تقول انه في عندكن شي اسمه مهارات حياة طبعا كتير ناس بيستخفوا بهذا الموضوع باللايف سكيلز مع انه هو شي كتير مهم انه انت تكون الشخصية الواثقة اللي قادرة تتعامل مع الناس لحتى لما تلاقي فرصة العمل تقدر تنجح اذا بتحكي لنا عن اهمية هيدا الدورات تحديدا مهارات الحياة لحتى تدعم شبابنا وتبنيلهم شخصيتهم أكتر من اهم هي المهارات هي مهارات التواصل والتعامل مع الآخر تقدر تشتغل ضمن فريق بطريقة فعالة أكتر ما انه تكون الشغل لفرد أو شخص هيدا الشي انا يعني حضران اكتر من دورة بهذا المجال واثرت عليه شخصيا لوصلت لا قدرت تكون نسق ومسؤول بالفريق قيادي يعني عطلتك صفات قيادية أو قدرة على الإدارة يحتى تكون مسؤول عن هذا الفريق ويقدر اتعامل مع الأشخاص بطريقة لائقة ما تكون أسرة بشكل سلبي على التواصل مع الآخرين يعني وقتل بنشوف فعلا هيدا التقافي عم تنطرح من الشباب ليكون دورهم فعال بمجتمعنا هذا الشي كتير جميل إنه عم تنطرح من قبلكم أنتو بريعان الشباب ومقبلين على حياة هلأ وقتل بنشوف فعلا رح نحكي عن موضوعنا ومحورنا الأساسي هو ورشات العمل وتأمين فرص عمل نحكي أكتر عن هيدا الفرص العمل اللي عم بتكون قادرين إلى حد ما الأشخاص اللي عم بيجوا على هيدا الجمعية طبعا بالاشتراك معكم أنتو قادرين يكونوا إداريين وواتقين بحالهم لا يحملوا حالهم بعدين يكونوا فعالين بالمجتمع أكيد نحن نشتغل ما نشتغل على جانب التدريب المهني فقط نشتغل على جانب المهارات الحياة مثل ما ذكرت هي المدربين المدربين مجهزين لحتى يقدموا هيدا المهارات في اختصاصيين بهذا الموضوع ايه تماما إننا اختصاصيين أكاديميين بهذا المجال ومدربين بأكتر من مكان من قبل ومعن شهادات بهذا الشي حلو كتير بالإضافة لكل حدا عم يدرب بالاختصاص اللي هو فيه نحكي عنهم أكتر هدول اختصاصاتهم شو عم بتكون فيه بمجال الزراعة مجال التغذية تعليق الصوت الدبلاج فيه كمان عنا باللغات بالإضافة للجيولوجيا كمان عم نحاول نخروط الجيولوجيا بالمجال المجتمعي هاي من اختصاص حضرتك حلو كتير طب هاي فكرة جديدة يمكن ما تماما طب شو رأيك نحكي عنا أكتر بس بعد ما نشوف تقرير زميلتنا ديمة عبد الكريم يلي أعدت لنا يا عن هاي الدورات لحتى نحنا والناس نعرف عنا أكتر بعدين بنرجع لهاي النقطة شو رأيك شكرا لنحكي عن النشاط المقام اليوم عندكم بالجمعية اليوم النساء اللواتي فقدنا معي لهنة زوجات اللواتي فقدنا معي لهنة أيضا ولدينا أطفال بأمس الحاجة لتعلم مهني فنحن فتحنا بتعليم المهن بسعر رمزي تقريبا لتعليم النساء مهني سواء كانت شعر أو أي كان يعني المهن الأخرى الهدف منها أن تحصل على لقمة العيش بجهدها الخاصة إيمانا مننا بالدعم المعنوي والنفسي لجميع الأفراد اللي عندهم إن كان عندهم مشكلة إعاقية كمقعدين كونه نحن فريق تابع بالنهاية لجمعية المقعدين فنحن منحب إنه نقدم الدعم المعنوي والنفسي والمادي لإلون عن طريق إن كان الاشتراك ضمن هاي الدورات اللي عم تكون مجانية لهيك صنف من الناس أنا مدرب نادي التعليق الصوتي طبعاً هيدا النادي كان الفكرة الأولى في محافظتي وفي بلدي سوريا حبيت أني اكتشف الأصوات المميزة ونتعب سوا ونشتغل لحتى نوصل كلنا لأهداف تتعلق بالتميز والنجاح نحن هون عم نأملهم طبعاً عم نعلمهم دورات مهنية عم تجي بموضع إنه عم تأملهم فرصة عمل يعني المشاريع اللي عم بيعملوها إنه هي بسيطة كتير تكلفتها قليلة بس عم يعملوا إنتاج فوري تعمين مشروع صغير وهيكي استقلالية لإليه وفرصة حلوة إنه الواحد هيكي يعني متع تشغل بالنسبة للتعليق الصوتي فيه ميزة إنه واحد يستفيد من صوته بمجالات عديدة ويقدم فيها إبداع ويحقق إنجازات مفيدة حتى للشخص نفسه للمجتمع يعطيك العافي أستاذ محمد مثل ما تابعنا به أستطلع لزاملتنا ديما عبد الكريم في الاختصاصين اللي موجودين مثل ما تفضلت وقلت حضرتك فيه شغف عندهم عندهم بدهم يقدموا شيء بإدارة حكيمة ليعطوا الأفكار الحكيمة يكون الأشخاص اللي عم بيجوا ضمن هذي الجمعية أو بالاشتراك معكم قادرين على إنه يكونوا إداريين من الأنفسهم هذا الشي يعني وقتل بنشوف هذي الجمعيات عم تمنح الفرص لكثير من الأشخاص قدي بتعطيكم من الحافز يمكن تقدموا أفكار جديدة بتكون ما تلامس الواقع وتلامس شبابنا وكل حدا عم بيجي عالجمعية طبعا جمعية المقعدين مشكورة كثير على الشيء اللي عم تقدموا من تسهيلات إلنا سواء من مكان أو المستلزمات اللي عم نحتاجها بالإضافة لأنه نحن مجرد مع جمعية المقعدين إلنا ثقة أكبر أنه حدا يشارك عنا ويكون في قوة بالشيء اللي عم نقدموا بيبنوا أفكاركم أنتو أكيد أي فكرة نحن نقترحها على الجمعية بتدعمنا فيها ومعنا لآخر نقطة فيها فهالشي كثير عم يدفعنا أنه نطلع بابتكار أكتر وابداع أكتر بالمجال اللي عم نشتغله لحتى نرفع اسم الجمعية بالإضافة لحتى نوصل الفائدة الحقيقية للشخص اللي عم يحضر معنا حلو كثير طيب نرجع لسؤالنا دور الجيولوجيا يعني أنتو عم تستثمروا الجيولوجيا بالدورات حكي لنا أكتر عن هاي الدورات هلأ نحن عم نخطط لفكرة نادي جيولوجيا بيستهدف الفئات اليافعة اللي هي لسه ما عنده أي فكر عن هذا المجال بالنسبة لطلاب الثانوي اللي هنا بحاجة يعرفوا أكتر لحتى يدخلوا عن رغبة ليس لأنه مثلا جمع هذا المجموع اللي بناسبوا يروح يدخل فيه طب ليش بس الجيولوجيا يعني هيك فيه صار فيه تحيز ليش مو باقي كمان تعرفون بباقي فروع الجامعة لأنه هو اختصاص هلأ هي لأنه ايه بس يعني طبيعي الواحد يتحيز كان كان هناك مبادرات كتير ببداية السنة لما طلعت المفاضلة أنه ما رح نسمي مثلا بس من جمعيات مختلفة مبادرات كمان تطوعية اتعرف طلاب الجامعة بالاختصاصات وشو حابين تروحوا انتو اخترتوا بس الجيولوجيا يمكن لأنه حضرتك عم تدرس جيولوجيا يمكن كمان لأنه في مجال أوسع نحنا ما رح نختصرها ويمكن لأنه مظلومة شوين نحنا كمجتمع أكتر شي من نعرف عن الطب عن الهندسات عن يعني هيك فيه جميلة هذا السبب الرئيسي اللي خلاني تحيز بشكل كبير لهذا الاختصاص لأنه كتير مظلوم يعني نضوع ليه يعني نحنا خارجا هو هندسة تعتبر بس عنا قسم بالعلوم وما رح نتعمق بهذه التفاصيل بس هو فعلا مهم جدا جدا وفيه تخصصات مختلفة ويمكن لما بتتخرجوا بتشتغلوا بالاستشعار عن بعد يعني فيه إله أهمية نوعية بس يمكن ممكن للناس بتعرفها فلهيك حباته تضوى عليه بالإضافة لفكرة أنه نشتغل على فكرة رحل ما تكون رحلة تلتر فيه فقط يكون مثلا لمعلم جيولوجي نشرح فيه عن التفاصيل اللي صايرة والأحداث الجيولوجية اللي صايرة بهذه المنطقة هايدي الصعام نخطط له إن شاء الله على الشهر الثاني أو الثالث نبدأ فيه إن شاء الله يعني أستاذ محمد أنتو هلأ عم تخطو بمستقبلكن أنتو الكادر بالأفكار اللي عم تطرحوها بالتعاقد مع جمعية المقعدين يعني هذا الشيء بلنشوف إنه فعلا هو أول إنجاز لبداية طموح لألكون هلأ أنتو عم تحكينا عن الكادر اللي موجود ضمن هيدا الفريق وعن الأفكار اللي طرحتوها طيب تقبل الطرف الآخر كيف عم بيكون المواطنين اللي عم بيجوا لعندكن عم بيتقبلوا هذي الأفكار عم بيتفاعلوا معكم مثل أنتو عم تتفاعلوا مع المحيط نحن لما عم نكون أيدي واحدة بالفريق عم نشتغل على ننقل هذي الصورة كمان للمشارك إنه هو ما عم يجي يحتر دورة بمكان معين هو عم يكون عنده انتماء لهذا المكان يعني نحن عم نخلي يكون معنا بفعاليات وأنشطة لاحقة غير إنه فرص العمل نعمل أنشطة تفاعلية أو مثلا معارض يشاركوا فيها الأشخاص المشاركين مثلا نحن هلأ في معرض السوق الخيري باثنين الشهر رح يكون عدوار الزراعة رح نكون مشاركين فيه بأكتر من جانب الأشغال اليدوية اللي كانت مجغولة من المشاركين بالإضافة رح يكون فيه جناح للوشم المعرض بس لألكم ولا للكم؟ المعرض هو لشركات تجارية بس كجمعية ما في كر جمعية المقعدين مشاركة بهذا المعرض فعم نشارك بالشيء اللي عم نقدمه نحن سواء من الأشغال اليدوية أو دورات الشهر والأضافر عم نحاول نخلي المشاركين يشاركوا بإيديهم أنه مباشرة بختام الدورة يحاولوا هنن يقدموا هذه الخدمة لفئات شباب تانية مثلا حدا حابب يعمل وشم خلال فترة المعرض حدا صبيتها حابب تعمل أضافهم حلو كثير في نهية أثناء المعرض فيه جناح خاص لهذا الشيء يعني دعم للمرأة أنتوا عم بتحصلوا كمان من يعني من أفكاركم أنتوا دعم المرأة ضمن هيدا هذا الفريق نحاولي يكون مختلف وحقيقي أكتر ما أنه نحن عم ندرب والمشارك خلاص حلو كثير حلو كثير يعني أدى حلو أنه نختم حلقتنا اليوم بشباب متطوع وعم يعطي وحابب يعطي ومن نتمنى لكم التوفيق بالسوق الخيري وأكيد منحب نحن دائما نغطي كل الفعاليات التطوعية اللي بيقوموا فيها شبابنا ننقل لك يعطيك ألف عارفة وشكرا كثير لوجودك معنا لليوم